فضيحة جديدة تواجهها كرة القدم الفرنسية بعد ان خضع اثنان من لعبيها هما فرانك ريبيري وكريم بنزيما الى التحقيق في ادعاءات ممارسة الجنس مع بائعتها وقاصر بعد الاداء المتواضع للمنتخب الفرنسي خلال مباريات كأس العالم في جنوب افريقيا والمشاكل التي رافقت ذلك ها هو يواجه فضيحة جديدة فنجم الفريق فرانك ريبيريس تدعي من قبل الشرطة في اطار التحقيق بشأن اتهام له بممارسة الجنس لقاء المال مع فتاة قاصرة التقى بها في احد ملاهي العاصمة باريس الفتاة مغربية واسمها زاهيا ديهر وهي الان تبلغ من العمر 18 عاما ولكن في نيسان ابريل الماضي باعت قصتها لمجلة باري ماتش مدعية انها مارست الجنس مع ريبيريس وكذلك مع نجم ريال مدريد كريم بنزيما في العام 2008 وكانت لا تزال قاصرة اليوم يواجه اللاعبان اسئلة المحققين محامية ريبيري التي تحدثت الى الصحفيين خارج مقر الشرطة اقرت بان موكلها مارس الجنس مع الفتاة لكن لم يكن يعلم بان عمرها 17 عاما وقالت المحامية ايضا ان الفتاة اخبرت ريبيري ان عمرها كان 20 عاما وفي فرنسا تصل عقوبة ممارسة الجنس مع بائعة هوا قاصرة الى ثلاث سنوات سجن وغرامة تقدر بستين الف دولار وعلى القاد الان الحكم فيما اذا كان اللاعب قد علم بعمر زاهيا حينها او حاول التحقق من ذلك اتحاد كرة القدم الفرنسي يقف على مسافة من القضية ولكن بعد صيف حفل باسوأ العناوين قد يعد هذا العنوان احدث اختبار لماذا صبر المدير الفني الجديد لوران بلون اشتركوا في القناة